موسيقى اعزائي متابعي طقس العرب في المملكة الاردنية الهاشمية تحية طيبة لكم نستعرض معكم اخر مستجدات الحالة الجوية خلال الفترة القادمة لاحظنا الاجواء الباردة نهارا هذا اليوم الاربعاء هبوب الرياح غربية نشطة السرعة ظهور كميات كبيرة من السحب مقارنة بالفترة الماضية تتميزت بارتفاع واضح ولافت على الحرارة بحيث لامست العظمى 30 مئوية في العاصمة عمان في رقم قياسي لشهر نوفمبر تشريه الثاني فهل عاد الشتاء حقا وماذا ينتظرنا خلال الفترة القادمة سنستعرض معكم من خلال هذه الخرارة الجوية بعضا من المعلومات العلمية إضافة إلى المعلومات بشكل عامي لتوضيح النشرة الجوية لإخوة المشاهدين بعد مشيئة الله وليتوضح لنا سبب تأخر الأمطار عن المنطقة نلاحظ من خلال هذه الصورة استمار توضع منخفضات جوية عميقة فوق غرب القارة الأوروبية بدأ من ماطق سكندينيفيا شمان وصولا إلى الجزر البريطانية غربا وسائر القارة الأوروبية وصولا إلى دول المغرب العربي هذه المنخفضات الجوية عملت في تلك المناطق على هطول أمطار غزيرة رياح قوية فيضانات إضافة إلى تساقط ثلوج مبكر في سائر تلك المرتفعات وصولا إلى منطقة الجزر في حين عمل هذا على استمرار تشكل مرتفع جوي فوق المنطقة واستمرار مكوثه فوق المنطقة مما عمل على ارتفاع الحرارة واستقار الأجواء وغياب الفعاليات الجوية المهمة في حين منتظر خلال الفترة القادمة استمرار تواجد هذه المنخفضات الجوية في حين سيطرأ بعض التغييرات البسيطة على المنظومة الجوية في منطقتنا هذه التغييرات متمثلة باندفاع ما يسمى بالمرتفع الجوي السايبيري من منطقة سايبيريا في روسيا إلى هذه المنطقة إلى جنوب شرق الأقارة الأوروبية هذا الأمر مما يعمل على استمرار الأجواء المستقرة لكن يؤدي إلى تدفق رياح شرقية باردة وجافة وذات سرعة نشطة خلال الفترة القادمة خلال الأسبوع القادم تتعمل على زيادة الإحساس بالبرودة بشكل كبير ولافت لا سيما مع ساعات المساء الليل وصولا إلى ساعات الصباح الباكر في حين أن الأجواء المستقرة هي سيدة الموقف مع غياب واضح للأمطار المهمة هناك حول 26 الشهر الجاري هناك فرصة لتشكل منخفض جوي فوق منطقة تركيا واليونان واحتمال أن يطال منطقة بلاد الشام لكنه سيتحرك بسرعة إلى المنطقة هذا في حال تشكله وفي حال عدم تشكله في هذه الفترة ما بين 25 إلى 27 من الشهر الجاري يتوقع استمرار الأجواء المستقرة مع درجات حارة باردة عموما حول إلى دون المعدلات الاعتيادية نسترد معكم من خلال الصورة التالية ما سيطرأ من تغيرات على الحالة الجوية في نظرة أولية خلال شهر ديسمبر كانون الأول المقبل بعدما شئت الله هناك استمرار لتشكل المنخضات الجوية العميقة فوق مناطق عدة من القارة الأوروبية مدعومة بمرتفع جوي في منطقة شمال المحيط الأطلسي هذه المنخضات الجوية من شأنها أن تعمل على تشكل حاجز من الارتفاع الضغط الجوي فوق منطقة غرب روسيا جنوب شرق القارة الأوروبية وصلنا إلى منطقة بلاد الشام هذا المرتفع الجوي من شأنه أن يحجب بعد ما شئت الله وصول فعاليات جوية هامة إلى المملكة وسائر المنطقة بمعنى أن درجات حارة ستستمر أعلى من معدلات الاعتيادية نسبة لشهر ديسمبر كان الأول من كل عام مع ضعف عموما في المنظومة الجوية وعدم وصول فعاليات جوية هامة إلى المملكة بعد ما شئت الله هذه توقعات جوية أولية لشهر ديسمبر القادم خاصة في الفترة ما بين بداية حتى الثلث الثاني والأخير من الشهر هناك عدة تحديثات ستطرع لهذه الحالة خلال الأيام القادمة سنطلعكم على اطلاع فيها خاصة مع تحديث النشر الجوية الموسمية خلال الأسبوع القادم من خلال الصورة التالية نستعرض معكم بشيء من التفصيل توقعات الحالة الجوية خلال الأسبوع القادم في العاصمة عمان كما تلاحظون انخفاض في درجات الحارة مقارن بالفترة الماضية سجلت ثلاثين مئوية في الأيام الماضية ستحب درجات الحارة بما يقارب أكثر من عشر درجات لتبلغ العظمى عشرين مئوية في عمان وربما أقل مع تدني واضح لدرجات الحارة ليلا إلى ما دون العشر درجات مئوية ويضاف على هذه درجات الحارة المتدنية نشاط لافت وكبير في الرياح الشرقية التي ستعمل على زيادة للإحساس بالبرودة عودة إلى ارتداء الملابس الشتوية الدافئة وربما استعمال وسائط التدفئة المنزلية كل هذا حتى اللحظة سندقيقكم على اطلاع خلال الفترة القادمة بأي تحديثات تطرى إضافة إلى نشرة الجوية الموسمية المزمع أصدارها خلال الأسبوع وعشرة أيام القادمة دمتم برعاية ألة اشتركوا في القناة